اهلا بكم حبيب المتابعين النهاردة هنعمل تلات افكار للمشروبات سيخنة تدفينا بقى في برد الشتاء اللي احنا فيه اول واحد هنعمل الهوت كارامل وده يعني حاجة ممكن كتير ميكون لسه معرفهاش هنعمله بطريقة سهلة جدا جدا وهنعمل كمان بقى النسكفي والرغوة بتاعته بطريقة سهلة وحاجة ما كنتش تتوقعيها هنعمل رغوة زي القفيهات كده زي ما انتو شايفين حلوة جدا جدا للنسكفي طبعا الراعي الرسمي للفطار الصبح والكل الايام الساعة والبرد هنعمل بقى بعد كده كمان الهوت شوكولت الهوت شوكولت ليه طرق كتير انا عملتلكو الطريقة المكسيكية يعني دي اقرب طريقة القلبي حلوة جدا جدا وطعمها روعة ومفيد جدا بقى وحاجة كده تغزي الدورة الدموية وتنشطها وتخلينا كده نتدفى في برد الشتا حلو جدا جدا يلا بينا نقول بسم الله ونشوف الطريقة واحنا بنشوف الطريقة ايه هتنسي تشترك في القناة وتفعلك جرس عشان يوصل لك فيديوهاتي انا بحبكم اول حاجة عندي سكر ومعلقة صغيرة خالص من النسكفي وشوية مية من الحنفية مية من الحنفية دي تقريبا كده معلقة كبيرة من آآ المية الفترة العادية من الحنفية هنحطهم كده على المعلقة الصغيرة من النسكفي وبعد كده حط عليهم بقى السكر السكر ده حسب آآ اختيارك آآ حطي معلقة اتنين حسب ما بتشربي النسكفي ونحط بقى الكلام ده كله في البرطمان ده برطمان بتاع المربع او اي برطمان عندك ممكن يكون اكبر من كده في الحجم ما فيش مشكلة او حتى ازازة مية فاضية آآ تكون آآ بتستخدمها يعني خلاش ريك المية ويكون فاضية تستخدميها آآ اي حاجة احنا هنحط بقى الخليط ده كل السكر والنسكفي والمية ومعلقة المية وهنفضل بقى نرجهم كتير جدا ما تستعجليش في الرجل كل ما هترجي كل ما هتعملي رغوة اكتر واكتر رجي بقى كتير كده وبعد ما تخلصي رج وخلاص بقى يعني ارتضيتي حبة الرغوة اللي موجودة حطي شوية في الاول وبعد كده هنصب بقى اللبن السخن لحتى قبل الكوباية كده بتلت اربع وننزل بقى ببقية النسكفي والرغوة بتاعته شايفين الرغوة كترت وتضارج الالوان حلو جدا في الكوباية زي ما انتوا شايفين آآ حلو جدا يعني الكوباية بتتكلم وزي ما قلتلكم كل ما ترجي اكتر كل ما حيطلع معاكي الرغوة اكتر واكبر وافتح كمان يعني هي كده غمقى لان انا برضو ما رجيتش كتير انا عايزاكو ترجي يعني تقريبا كده يعني تلات دقايق كده ولا حاجة تفضل ترجي لحد ما يطلع معاكي رغوة كويسة وفي الاخر بقى ممكن تروش كده بقى شوية كاكاو محلقة او حتى شوية نسكفي او قهوة ما فيش مشكلة يعني حاجة كده تحفى شايفين شاكل الكوباية حلو جدا جدا تقدري بقى تعمليها وتطبست بيها في الفطار بالليل آآ وقت يكون الدنيا برت ما فيش مشكلة هنجي بقى للهوت شوكليت وده اخر مشروب معانا آآ تاني مشروب معانا الهوت شوكليت عالطريقة الميسيكية انا عندي آآ شوكليت شيبس ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام وعود كده من القرفة ومعلقة من الكريم شامتيه البودر وعندي لبن آآ سخنة او بارد ما فيش مشكلة طبعا غير ما قلتلكوا السكر حسب رغبتك هنحط بقى عود القرفة ومعلقة الكاكاو ومعلقة الكريم شامتيه البودر والشوكليت شيبس ممكن تستبدل الشوكليت شيبس باي نوع شوكولاتة بار آآ مثلا كاتبري او شوكولاتة خام ما فيش مشكلة تقدر ان انتي تستبدل ايه آآ زي ما قلتلكوا الهوت شوكليت بتعمل بكزا طريقة دي الطريقة الميكسيكية هترفعيهم بقى على النار واول ما تغلي معاك غلوة اتنين خلاص كده حطيت فيه وتبدأي ان انتي تصبيها ما قدرش اقول لكم بقى ريحة الشوكولاتة مع القرفة حلوة قد ايه فضيعة حتا حلوة جدا وكمان شوكولات شيبس مش بيبقى كله دايب بيفضل فيه قطعة كده في الآخر بتحطيها انتي بقى وفي الآخر بتسح واحدة واحدة كده في الكوباية بجد هتلاقي الكوباية اديه طعم وشكل حلو جدا جدا بعد شوية كده هتلاقي الشوكولاتة فصلت تحت وبقى من تحت غامق ومن فوق فاتح يعني هتلاقي برضو تدرج الوان حلو جدا جدا هتشوفيه في آخر الفيديو الهوت شوكولات كده بالطريقة دي حلوة جدا 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 لازم لازم تجربوه هنيجي بقى لتالت مشروب معنا وهو الهوت كرامل الهوت كرامل للناس بقى اللي بتحب الكرامل هنشربه بقى المراضي مش بس ان احنا هنزين به كيك وتورة والكلام دا لا احنا المراضي هنشربه هنحط معلقتين كبار كده من السكر كل الحاجات والمقادير اللي انا بقولها دي دي مقادير لكوباية واحدة او مج كبير ممكن انت الضعف الكمية زي ما انت حاب السكر هنحطه كده على النار لحد ما يتقرمل زي ما انتوا شايفين مش هنعمل فيه حاجة غير ان احنا كل شوية هنفضل نهز كده الكنكة اللي انا عاملاها ولحد ما تتقرمل اول ما تتقرمل بقى حط عليها يعني حوالي نص معلقة من الكريم شانتي البودر كريم شانتي بودر وبعد كده حط عليه لبن يفضل يعني يكون دافي عشان ما يكلكعش معاكي وتبدأ يتغديه شوية على النار اول بقى ما تنزلي باللبن الدافي تقليبي شوية على النار لحد ما يعمل القوامل اللي انت شايفاه دوت هيبقى لونه كده عامل زي الشاي بلبن بس افتح شوية زي ما انت شايفه تقدر هنا بقى تصبيه في الكوباية وتشربه انا في الاخر حطيتله شوية كده من سوس الكرامل الجاهز ممكن انت قبل ما تصبي الهود كرامل ده تزوائي كده الكوباية بالكرامل وبعد كده هتصبي انا عملت العكس صبيته بعدين حطيت السوس زي ما تحبي بجد بجد طعمه الهود كرامل ده طعمه حلو جدا كل المشروبات اللي انا قدمتها لك دي بتدي طاقة وبتنشط الدورة الدموية هتعجبك جدا يلا لو عاجبك الفيديو عملي لايك للفيديو وشيريه وشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوضع